وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصرية أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن التعديل الخاص بحماية المخطوطات يستهدف الحفاظ عليها مشددين على ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة لعرض تلك المخطوطات على الأبيان الحالية التعديل ده هو تلمنود بالحفاظ على كم أكبر من المخطوطات والحقيقة أنه إحنا كمصريين لازم نحافظ على تراثنا دار الوثائق طبعا هي من أهم الأماكن اللي فيها تراث الأمة تم إنشاءها سنة 1870 ومن ساعة هذا التاريخ والوثائق محفوظة في هذا المكان طبعا زي ما هو متعارف أنه كثير من الناس بتمتلك مخطوطات وده إرث من أجدادها أنا من خلال الجلسة العامة طالبت كل من عنده مخطوطة يروح يضعها في دار الوثائق لأنه من خلال وضعها في هذا المكان الآمن هنقدر نحافظ على تراثنا بشكل كبير جدا حفاظ على المخطوطات أنا أعتبره ده موروظ ثقافي قومي لابد إن إحنا نحافظ عليه وأمر آخر لابد إن إحنا يبقى فيه موجود عندنا خطة واضحة لعرض المورثات الثقافية أو لعرض المخطوطات على الأجال الحالية فيه شباب كتير جدا لا يعلموا عن المخطوطات المصرية أو لا يعلموا عن الثقافة المصرية الكثير فيجب على وزارة الثقافة أن يكون عندها برنامج وخطة زمنية من أجل نشر الوعي الثقافي في المجتمع المصري أيضا عرض عزيه المورثات الثقافية في الخارج